إجراءات كثيرة بتتخذها الدولة المصرية لدعم الصناعة والاستثمار غير الامتيازات اللي كل فترة بتعلن عنها الحكومة للتشجيع على الاستثمار عشان كده الدولة بتحاول بكافة الطرق إنها تذلل العقبات أمام المستثمرين والمصنعين محليا أو حتى المستثمر الأجنبي اللي بيه يستثمر في مصر شفنا الأيام اللي فاتت لقاءات متنوعة لرئيس الوزراء مع مجموعة من المصنعين عشان يشوف إيه المشاكل اللي بتواجههم ويشتغل أو الحكومة تشتغل على حلها بشكل فوري وسريع كل الخطوات دي مش بس بتهدف الحقيقة لتنشيط الصناعة في الداخل لكن كمان توطنها إزاي أقدر المنتج المحلي يعلو قيمته وقدم القيمة المضافة ووطن الصناعات المختلفة أقل الاستيراد أزود الصادرات إجراءات كتيرة جدا يمكن منها جزء كبير جدا خاص بالمضلة التشريعية الخاصة بالمستثمرين والتشريعات الاقتصادية المختلفة لكن كمان المحافزات والقوانين الضريبية وإزاي يقدر المستثمر أنه يلاقي فرصة أنه يستثمر في مصر بمقاومتها المختلفة والتيسيرات والتسهيلات اللي بتقوم بها الدولة المصرية سواء للمستثمر الخارجي أو الداخلي خلونا نتعرف على الموضوع ده بشكل أكثر قرب مع الدكتور يوسري الشرقاوي مستشار الاستثمار الدولي ورئيس جامعية رجال الأعمال المصريين الأفرقى برحب حضرتك صباحا خير صباحا خير رهبة صباحا خير دكتور صباحا خير عايزين نعرف كده في البداية إحنا إيه الخريطة الصناعية بتاعتنا إحنا بنقول إحنا عايزين إيه دلوقت طيب الأول في البداية نرجع للكلام الدولة في الأولى الأخيرة تحديدا في أربع سبعة وحكومة جديدة ونائب أول لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية إذن ده مؤشر جيد جدا أن هناك اهتمام شديد غير مسبوك على مستوى الناحية الإدارية والتنفيذية فيما يتعلق بالملف الاقتصادي وحركة هامة جدا في إعادة الهيكلة للتعامل مع الاستثمار والتجارة الخارجية والتعامل مع الصناع والنقل والتعامل مع التقديد والتعاون الدولي هذه الحركة الإدارية لها مردود يتعامل ويتعاطى مع التحديات الاقتصادية الموجودة حول العالم والتحديات الاقتصادية الداخلية أحد أهم هذه التحديات هو القطاع الأكثر استيعابا لكسيف العمالة وأكثر سرعة في قطر الاقتصاد والعودة إلى إعادة الهيكلة الاقتصادية عبر الاقتصاد الإنتاجي والمتمثل في الصناع والزراعة فشمل التغيير الوزاري والتغيير الوزاري الأخير نائبا أول لرئيس الوزارة للتنمية الصناعية ويقتر النقل والصناعة وأيضا وزيرا شابا جديدا للزراعة ده معناه أن الدولة بتنتهج خريطة استراتيجية تطبيقية فعلية للاستراتيجية الوطنية للصناع هذه الاستراتيجية لابد أن تحمل الالتفاع من 17% مشاركة الصناعة في نتج المحل الإجمالي إلى ما يقرب من 25% من مشاركة الصناعة في نتج المحل الإجمالي هذا يستهدف أن يوفر 8 مليون فرصة عمل حتى عام 2030 الخريطة الصناعية المصرية الآن لابد أن نركز فيها على بعض الأمور الهامة تتعلق بتعميق المنتج المحلي وتوطين الصناعة المحلية عملية إيجاد منتج مصري إلى الأسواق المصرية وتوفير منتج مصري قابل للمنفسة في الأسواق الخارجية وتحديدا الأسواق البكر وأسواق القرى الأفريقية وهذه الصناعة من أجل التصدير من هنا بدأنا نرى أن اجتماعات مكسفة أجراها دولة رئيس الوزراء الدكتور مهندس مصطفى مدولي مع المصنعين سواء من السوق المحلي أو من المستثمر الأجنبي القادم من أجل الصناعة بدأنا نرى زيارات ميدانية مكسفة وهذه هي طبيعة العمل الوزاري الجديد الذي نشهده وتشهده مصر الآن العمل الميداني ما بين يومين في الأسبوع إلى ثلاث أيام نجد السادة الوزراء موجودين اسمح لي بس أقطى حضرتك لأنه نقطة مهمة جدا ورسالة من الدولة أنه رئيس الحكومة بنفسه بينزل يعمل جولات ميدانية ويقابل المستثمرين والمصنعين رسالة مهمة أن الصناعة هي على رأس أجندة اهتمامات الدولة المصرية الاقتصادي والمتخصص والمتابع إيه أبرز المشاكل أو التحديات اللي نقلها المستثمرين وأهل الصناعة في مصر لدولة رئيس الوزراء عموما المشاكل في مصر في الصناعة المجتمع المدني المصري منظمات الأعمال التحدي الصناعات الجمعيات تتحدث دايما في مجموعة من التحديات ورئيسة المشكلات ولكن مختصرا توفير الأراضي الصناعية تسهيل الترخيص الصناعية العمل الجادي على إيجاد مبادرات مميزة لقطاع الصناع وقطاع الإنتاجي ودي هنقول ليه؟ لأنه عندنا قطاعات في 20 سنة الأخيرة تغولت في العائد بتاعها على النتج الصناعي يعني اللي يشتغل في العقار وزي مش ده اللي يشتغل في الصناعة فلابد أن يكون هناك حالة من الدعم من خلال المبادرات التمولية معينة محفزة هذا القطاع طب أنا عندي ثلاثة مجمعات صناعية ومرفقة وعندي تنشيط للمبادرات الشابة في الصناعة زي مبادرة إبدأ وعندي رخصة ذهبية إزاي ده قدر يسهم في تيسير إقامة المشروع على حاجة يمكن الدكتور محمد سألني على التحديات أنا يمكن اتكلمت على فكرة أنه حتى انعاكسات جلسة دورة رئيس الوزراء أو ساد وزير الصناعة والنقل هي تعطي رسالة طمأنة للمستثمرين لكننا لا نغفل دورة مأسسة هذه القطاعات وأن العمل المؤسسي هو لديه فيحافظ على استدامة التنمية الصناعية في جوية مصر العربية ربما هناك رسالة القرب مباشرة من رئيس الوزراء أو من وزير الصناعة ومن وجود مع المصنعين ومن وجود مع المستثمرين لكن لدينا أيضا الفكر المؤسسي لهذا العمل وجود برامج زي مبادرة إبدأ وزي رخصة ذهبية الرخصة الذهبية الآن إلى حد كبير جدا تجربة وتجربة جدا جدا ونكحة جدا وأكتبنا 4 أو 35 رخصة صدرت ربما الحوار الآن مع وزير الاستثمار جديد وزير الاستثمار جديدة هي بحول التعميم هذه الرخصة وأن تكون كل رخصنا على كل المستويات بهذا الشكل ربما هناك أيضا التعامل مع الجانب التشريعي حتى يتمعت النظر في قانون المشارعات الصغيرة والمتوسطة بشكل يعطي إلى حد كبير صلاحيات ويعطي أمان ومرونة في التعامل المشارعات الصغيرة والمتوسطة في تصوري أيضا أنه مبادرة إبدأ مبادرة حول التربط ما بين التطوير الصناعي والتطوير التمويلي والتطوير التكنولوجي مع بعض الصناعات الهمة جدا عندنا أيضا مركز تحديث الصناعة عكف على أنه يعمل عملية حصر إلى أكتر من 152 فرصة صناعية من الصناعات المطلوبة في جمهورية مصر العربية أو بتستورد من خارج حتى نستطيع أن نحاول إنتاج الكلام ده موجود عندنا توصيات النهاردة من دولة وزير النقل الصناعة إلى أن مركز تحديث الصناعة يجري بعض المعارض السلبية اللي بيعرض فيها أن احنا محتاجين المنتجات دي لبعض المصارع حتى يبقى ودي نقطة مهمة أنا احتياجاتي فين؟ الخريطة بتاعت احتياجاتي فبالتالي أنا بأوم المشروع على الاحتياجات دي أو احتياجات السوق سواء محلي أو السوق الخارجي وبالذات أفريقي حضرتك ذكرتها في بداية الحديث يمكن إحنا عندنا التوجه أنه يبقى فيه أولا يعني من ضمن الحلول الاقتصادية في المرحلة القادمة هي تقويت الأوعية التي تجذب النقد الأجنبي ومن ضمنها طبعا محد الشيء يقدر ينكر السياحة والتصدير ودول عندنا حاجات تانية جاذب السمار الأجنبي المباشر عندنا حاجات أخرى زي السندات والرق النقدية ودوات الدين لكن بنتحدث تحديدا على التصدير والسياحة تصدير والسياحة لما العملة بتنخفض أمام الدولار فعلى طول لازم ترتفع السياحة ويرتفع التصدير عشان في نفس الوقت بتبقى محفزة يعني بتلاقي عملة منخفضة تبقى محفزة للصادر ومحفزة للسياحة وبالتالي احنا يعني الحمد لله المتابع والباسد للحالة اقتصادية احنا السياحة المصرية في الفترة الأخيرة بفضل يعني في ظل أنت تعمل كدولة والنيران تحصلك من جميعها في ظلوف جيوسيا سياسية غير مسبوقة ومع ذلك السياحة العربية والسياحة الأجنبية وسياحة الشواطة وسياحة المتزهية والمهرجانات ومهرجان العرب العالمين وجود أيضا مهرجان السياحة وموسم السياحة السنة دي بشكل جيد ومطمن رقمه بالشراء للغاية التصدير والتصدير للقرار الأفريقية لابد أن يكون وخلفه منتج يعني عشان نعرف نعرف على رقم الصادر لابد أن يكون عندنا منتج جيد وسعره جيد تنفسي وأيضا بمستوى جودة معين هذا الأمر لابد أن يكون في خريطة صناعية وهنا الحديث عن رقمانة الخريطة الصناعية الاستثمارية لكي يعني نحدث شكل اقتصادي خالي من الجزر المنعزلة يعني احنا عندنا لازم نعرف احتياجاتنا الصناعية إيه وإخاماتنا الموجودة إيه وعلى فكرة عايز أقول حاجة هنا عشان نساعد المشاهدين في المبدأ الآن اللي بيدرس في كل جامعات العالم هارفورد بالدرس ببدأ اسمه اللي هو التعقيدات الاقتصادية تعقيدات الاقتصادية دي نقل الدول يعني نقلت كلها الجنوبية على سبيل المثال يعني كلها الجنوبية النهاردة لما نزلت البلندات يعني زي حالك قلت في سؤالك الاحتياجات والمواد الخامل اللي عندي واللقات القوة اللي أنا فيها والتعليم بتاعي والرومة التالية اللي متاحها في هذه البلد والاحتياجات السواق المحيطة المجاورة والنقل والتصدير بتاعي وخطوط النقل البحر بتاعتي مستوى الترانس أكشن بتاع المادي اللي موجود عشان هادة راح أنتج الحاجة اللي أنا عندي وفرة فيها من متالية أو من مواد خام وأعظم فيها الصناعة بتاعتي ويجي العادي عشان كده مثلا ده وسألتيني احنا نصدر وماشي ولا نصدر مركة بتتباع بـ 4 و 5-6 الاف عشان الأميس يتباع بـ 5 الاف هنا التعاقدات الاقتصادية المركة هنا التعاقدات الاقتصادية ازاي يستغل الموالد اللي موجودة بالشكل الأمثل في تركيبة اقتصادية معينة حتى أستطيع أن أحصل على منتج وناسب الأسواق المجاورة يخاطب كل الأسواق في دول على فكرة يمكن هقول بس القرية الجنوبية لما نزلت المنتجات والبرندات الكتير تشاهدها في الأجهزة الإلكترونية ما نزلت شيء مثلا تشيرت بمنطج معينة برندة معينة ليه؟ لأنه ده ما يمشيش في التعاقدات الاقتصادية الخاصة بيه فبالتالي هي بهادرة عندها في التوجه وبالتالي الخريطة المرقمنة الصناعية الاستثمارية التي تأخذ بالتعاقدات الاقتصادية عشان تبص على مستقبل بأدوات وبمورد بشرية تحقق الكلام ده هو ده المفروض أن المنظومة بتشتغل عليه بشكل جيد ده كلام جميل جدا ومحتاجين كمان عقول وتعليم صناعي مهم لأنه عشان أعمل أفكار جديدة أو برندات جديدة إذا ما حالك بتقول فأي قطاع من قطاعات الصناع محتاج شخص أو كوادر عندها تعليم جيد فيما يتعلق بالصناع لو سألت حضرتك أي حد ممكن بيبص قطاع الصناع ده قطاع ضخم جدا مهول جدا في مصر إيه هي روافع هذا القطاع يعني روافع بمعنى المزايا النسبية أو المساحات النسبية اللي ممكن تخلي مصر دولة صناعية مختلفة عندنا دول رائبة مننا اشتغلت على قطاع معين شوف أنا أقول لك الحاجة إيه اللي ممكن يبقى عندنا النيزة النسبية أنا أقول لك الحاجة أنت يمكن ربما عندنا حاجات كتير جدا بتميزك وحاجات كتير جدا تقدر تخليك تنتقل نقلة غير طبيعية في قطاع الصناع مبدئيا أنت دولة لديها سلة استثمار وسلة منتجات متنوعة يعني أنا شايف أنه السروة المعدنية والمحجرية اللي موجودة في سيناء وتكلمنا طبعا كتير جدا ونسمعت عن مصنع الرمال البيضاء ومصنع كتير جدا في الجمهورية المصنع عربية مصنع المحاجر مصنع كذا احنا عندنا سروة معدنية عندنا يعني أنت بتميز جدا على الفكرة يمكن السادة ومشاديين أعرفين معنا احنا مميزين جدا جدا بخامة الأسمنت على مصطوة العالم مصطوة العالم احنا مميزين جدا بخامات الرخام والسروة المحجرية والمعدنية احنا مميزين أيضا في جونا حتى الآن القابل لأن احنا نستخدم الطرق الحديثة ومنظومة الرئي الزكي عشان نعوض الفكرة في المياه في أنظمة زراعية متطورة بحيث نقدر نعمل وعندي كمان سروات الزراعية منها يقوم التصنيع الزراعي لكن دي هات خلينا نتكلم عن القيمة المضافة أن أنا مصدرش المادة الخام لا أصدر المنتج متصنع فبالتالي المردود بالنسبة لي أحسن القيمة المضافة جزء من القمبونس أو مكونات التعاقدات التصادية ودي جزء مهم جدا إزاي تتحول إلى الجزء ده وتبقى دارس قويس جدا أنه احتياجات الأسواق النهاردة ما عادش يا جماعة الناس ما عادش بتشتغل صنائي ما عادش حد يقول العلاقات الصنائية هي العلاقات المتشعبة والمتعددة العالم أصبح قرية صغيرة فما عادش ينفع أن أنا أشتغل على صناعة وأنا مش شايف احتاجات 53 دولة فقارة أفريقيا وإحنا قلنا قبل كده في بعض التوصيات أن أنت لو عندك 152 منتج محتاجهم طب أنا ممكن 20 منهم يسيب 132 عندي وروح لدولة أفريقية عندها الخامة وعندها الموارد البشرية وقول لهم طب نصنع ده أفريقيا النهاردة التكتورات الاقتصادية في العالم بيعاد تشكيلها لا وإن خطوط إنتاج مثلا لشركات أجنبية هي تيجي تفتح عندك الشركات الأجنبية وآخرين أتكلم عليها في الاقتصاد مهم جدا أنه إحنا يبقى عندنا أولا أنت عشان تجذب استثمار أجنبي مباشر الآن لازم يكون عندنا آليات معينة وهنا في وزير استثمار جديد قادم من القطاع الخاص عليه أن يعيد السياقة التعامل من خلال هيئة الاستثمار اللي موجودة وإن في نفس الوقت مش معنى أن احنا عندنا يعني عودة بوزير الاستثمار وعايزين نطلع على حالات ترويجية فننسى التقشف الحكومة اللي احنا كنا عاملينه ويبقى عندنا زيادة في التكاليف وسفريات تزيد بقى والترويج يزيد وفي الآخر نصل على نفس نتيجة فالإستثمار أجدام المباشر لما ييجي في منه أنواع معها تكنولوجي والتكنولوجي ترانستفير عشان نوطن عشان نوطن التكنولوجي فلازم نتفهم كيفية التفاوض مع الآخر الأجدام المباشر كيفية التفاوض مع المعالجات التجارية مع الدول اللي موجودة والمتعامل معها سواء في سياسة الإغراق أو في سياسة الوقاية أو في سياسة من مواسطة الضرة. وكيف يمكن أن أتعامل مع الأسواق الأجنبية أن أنت هو تيجي تشتغل عندي وتعمل استثمار الأجنبي عندي ومعاقة تكنولوجيا. أنا كمان هادر أصدر بالسؤال اللي أنت عايزه والحاجات اللي أنت محتاجها. لكن لازم هنا يكون التعليم بتاع قانون التجاري الدولي في كوريات الحب بتاع مصر عنده قدرة على التعاطي مع اتفاقية تكنولوجيا. ما هو حاجة تتكلمني عن سبات القوانين الاقتصادية. قبل بس القانونين بس في النقطة دي تحديدا التصدير. يعني حقا قلت استثمار مباشر من الخارج. وأنا كدولة لازم أهتم بالتصدير. وشوفنا توجه الفترة الأخيرة. طبعا. إنه لازم يبقى فيه تشجيع وحوافز للمصنعين المصريين للتصدير. شايف الخطوات اشتغلنا عليها إزاي. الدورة اشتغلت إزاي. فبالف التصدير. شوف فيه استراتيجية. فيه مجلس أعلى الصدرات. فيه كلام كتير جدا. إعلام تكلم عنه في التصدير. ورفع مستوى التصدير. لكن خلينا أقول لك على مهوضوع مهم جدا. هدفنا 100 مليار دولار. ونقدر 145-2030. وبالمناسبة ده رقم على فكرة سهل جدا تحقيقه. ومفروض نستأدف فوق 250 مليار دولار. مع التنوع ومع الأسواق المطلوبة. ومع حاجات كتير. ومع ظروفنا. لكن خلينا أقول لك على حاجة من ضمن الحاجات. لأنه وقت البنامج مش يسمح أنه فيه كام مكون في الاستراتيجية الوطنية للتصدير. أهم حاجة فيها في العالم حاجتين. خلينا نركز معكم على نقطتين. عشان المشاهدين يطلعوا معنا بحاجة. في حاجة اسمها توسية قاعدة المصدرين. وتوسية قاعدة الخدائعين دربية. أنا النهاردة لو عندي عشر مصدرين بصدروا شيء معين. هما بقالهم 40 سنة بصدروا بخمسة مليار. لو خليت العشرة دول دخلت لهم صغيرين وكبرتهم ونمتهم بهم عشرين يصدر بعشرة مليار. إذن نجاح الدولة في استحداث إدارات تصدير داخل جهاز المشارعات الصغيرة والمتوسطة. وإن نحن نشجع قاعدة المصدرين. وناخد بإيد صغار المصدرين. وأن يكون هناك قرار من دولة رئيس مجلسة الوزراء بأن كافة المعارض الدولة التي تشارك فيها مصر فيها عشرة في المئة. ما لا يقل عن عشرة في المئة من صغار المصدرين. عشان ننمي مزارع مصدرين. عشان نوزع قاعدة المصدرين. وحفظهم عشان نعرفهم السوق الأجنبي بيقول إيه. عشان نشوف السوق الأجنبي منتجاته شكلها إزاي. عشان يتعامل مع الأسواق الأجنبية. وبالتالي إحنا نشأنا وإحدنا في الشارع المصري إن الخمسة دول فلان وفلان 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 بيصدروا بخمسة مليار. أوكي كبار ومصانع كبيرة ومحتاجينهم وأصحاب خبرات. لكن العالم كله الصين وسعت قاعدة المصدرين. ودعم وكل أنواع الدعم للمصدر الصغير بشكل جيد. الحال دي على طول مباشرة هتحول الاقتصاد الغير رسمي الاقتصاد الرسمي. وبالتالي هتزود قاعدة الخضائيين ضربيا. وبالتالي هتسد عجز الموازنة. خلي بالك عجز الموازنة في مصر الطريق الأمثل إلى أنك تغلقه هو تخضيع عدم الخضائيين ضربيا. وليس زيادة أعباء على الخضائيين. يعني مش اللي أنا عارفه موظف حكومة بس تقطع منه. لا. ده عدم الخضائيين. فلازم يقضع حتى بمبلغ بسيط. ودي إجراءات في السياسات الضربية والسياسات المالية الدولة بتشتغل عليها بشكل جيد. من خلال الفطورة الإلكترونية والرقمانة والأقرأ عشان أصحاب المهند الحرة اللي بيدفعوش ضرائب. وفي موظف الحكومة بيدفع ضرائب. وبالتالي بيتحمل كل أعباء الدعم. أمور معينة. عايزة علاجات في السياسات المالية الضربية. لا. وهي نقطة دمج الاقتصاد غير الرسمي. فهنا توسيع قاعة المصدرين واحدة من أهم الأليات اللي لابد أن يتم العمل عليها. ويبقى فيه حافز معين لصغر المصدرين. مش لكبار المصدرين. نعكس الآية شوية. ده اللي هيرجعني نفس السؤال اللي كنت بتكلم فيه. عن سبات القوانين الاقتصادية والمنظومة الضربية. حضرتك. اتكلمت شوية عن المنظومة الضربية. وإزاي نحنا نعيد النظر فيها مرة تانية. كنوع من المحفزات للمستثمر. أنا كان بسطني جداً الأربعاء الماضي المؤتمر الدولي في رئيس مجلس الوزراء. دكتور مهند صنفان مدبولي. عندما أعلن أن مصر خلال شهر هتعلن عن السياسة الضربية الشاملة الجديدة. لكن السياسة الضربية الجديدة بيعد بيها. ربما سيتعارج الكثير من التشوهات الضربية الموجودة في المنظومة الضربية المصرية. وأعتقد أنه أنا الأوان أن يكون هناك علاج لهذه المنظومة بشكل أو بآخر. أعتقد أنه ميكانة المنظومة الضربية والتشوهات والقوانين الضربية والإصلاح الضريبي والتغذيع غير الخضائيين. وحتى المصلحة نفسها. وقالية عمل المصلحة. والمأموريات وكيف أن تتعامل كافة المأموريات في مصر على أنها مأموريات كبار المستثمرين. قلنا مئة مرة أنه في بلجيكا الدولة الضربية الأولى في العالم. ودول كتير جداً بتتعامل مع صغار الممولين زي كبار الممولين. ليه؟ لأن صغار الممولين ده في يوم اللي هي ما بقى كبار الممولين. لو أنا جيت واحد وبديني مليون جنيه ضريبة في الشهر أو عشرة بديني مليون جنيه. لو الواحد ده سقط البزنس بتاعه لأي سبب هكسر مليون. لو العشرة واحد سقط لسه عندي 900 ألف. فلازم نهتم الاهتمام به القاعدة الضربية وقاعدة الخضائعين ضربياً الأماكن المقارات الخاصة بالمصلحة الضربية. الموظفين الضرائب التدريب. التأهيل. المنظومة القانون التشريع الضريبي ده كله قادر على أن يخرج منظومة ضربية مشجعة لمن؟ لجازب الاسمار الأجنابي. الاسمار الأجنابي اللي ما بيجي يدخل الدولة بينظر على المنظومة الضربية. بيبص على المنظومة الضربية وعلى الحوافز الضربية وعلى الحوافز التشجيع للإستثمار. كلها الاقتصاد بزر منظومة. صحيح. أنا يعني عايزين أكلم معك أكثر من كده لكن يعني قدمتنا رشدة اقتصادية مركزة واستفدنا من كلامك دكتور يوسري الشرقاوي مستشار الاستثمار الدولي الرئيس جماعية رجال الأعمال المصريين الأفريقى نورتنا وشرفتنا وصباح الخير على الحالة. أنا شرفت بيكم وشكرا جزيلا. شكرا.